للمزيد من المتابعة معنا من مقر اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مباشرة من هناك مرسلة تلفزيون المصري كريم بيبرس كريم بعد التحية يأتي هذا الاجتماع الاسبوعي للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمناقشة قضايا مهمة ومطروحة على الساحة المصرية ما الذي ضار في هذا الاجتماع وأهم الرسائل التي خرج بها هذا الاجتماع نعم تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين ربما أبرز ما قيل في هذا الاجتماع وما تمت مناقشته هي هذه البيانات التي كنتم تتحدثون عنها منذ قليل ولكن بالطبع تم مناقشة هذه البيانات باستفادة أكثر وهو ما يمث المواطن بشكل مباشر وما يمث المواطن بشكل مباشر هي أهم الملفات ومنها ملف الكهرباء التي تحدث عنه من قبل رئيس مجلس الوزراء وكيفية التعامل مع أزمة الكهرباء على أن تنتهي هذه الأزمة ويمنع تخفيف الأحمال أو يتوقف تخفيف الأحمال في الأسبوع الثالث من يوليو أيل خلال أيام من الآن ربما هذه من أهم التفاصيل التي تمت مناقشتها بالفعل في هذا الاجتماع وما يمث المواطن أيضا بشكل مباشر كانت الجولة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي هذه الجولة التفقدية لمبادرة سكن لكل المصريين والتي تحدث فيها الدكتور مصافة مدبولي عن عدد كبير وهائل ورقم كبير جدا من الوحدات السكنية التي تم بالفعل إنشاؤها وتم تسليم عدد كبير منها إلى المواطن نتحدث عن مليون وخمسمائة ألف وحدة سكنية خلال عشر سنوات أي منذ 2014 حتى هذه السنة أي مليون وخمسمائة ألف وحدة تم تسليم منهم ما يقرب من مليون وحدة حسب كلام الدكتور مصافة مدبولي رئيس مجلس الوزراء هذه نقطة نقطة أخرى أيضا ربما تحدثتم عنها هي الجزء الخاص بالطاقات المتجددة وكيفية استغلال هذه الطاقات وهو جزء مهم للتحول الأخضر بشكل عام وهذه السياسة التي تنتهجها مصر خلال الفترة الماضية وما زالت مستمرة عليها ومن أهم هذه الملفات فيما يتعلق بالطاقات المتجددة هو ملف الهيدروجين الأخضر واستخدام الهيدروجين الأخضر في توليد الطاقة وهذا ما كانت تسعى إليه مصر منذ فترة طويلة منذ كاب 27 أو مؤتمر المناخ الذي أقيم في شرم الشيخ هنا في مصر هذه أيضا النقطة ترتبط بها نقطة إنشاء محطات الطاقة محطة الطاقة الكهربائية ولكن تحديدا الطاقة الشمسية واستخدام الألواح الطاقة الشمسية وهو ما تم الحديث بالفعل عنه في هذا الاجتماع بإنشاء وحدات جديدة لتوفر 500 ميجا تقريبا خلال الفترة القادمة لكن هذه المشاريع على أن يتم إنشاءها خلال الفترة القادمة لتصل إلى 2000 ميجا يعني يتم توليدهم خلال الفترة القادمة بإذن الله هذه هي النقاط التي تخص المواطن بشكل مباشر وتمس المواطن المصري بشكل مباشر كان هناك أيضا حديث عن أهمية المنطقة الاقتصادية في قناة السويس واستغلال هذه المشاريع حول المنطقة الاقتصادية وتحديدا المشاريع الخضراء ومنها مشاريع الهيدروجين الأخضر هذا لا ينفي استمرار المحادثات حول الألية التنفيذية لتعاون مع الوزراء الجدد والمحافظين الجدد في تفقد كل ما يتم تنفيذه على أرض الواقع بالفعل ويمس المواطن بشكل مباشر وهذا ما حدث بالفعل خلال الفترة الماضية والتحركات الخاصة بالوزراء والمحافظين ليتفقدوا الأعمال على أرض الواقع يمكن أيضا هذا ما أكد عليه دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي في المتابعة المستمرة لكافة المشروعات وما يدور على أرض الواقع ومشاركة ومحاولة إشراك المواطن في تنفيذ هذه الرؤى كل الشكر وتقدير سنتابع معك مرسلنا مرسلة التلفزيون المصري كريم بيبرس ما يدور داخل أروقة الحكومة في مقرها في العاصمة شكرا جزيلا كريم بيبرس على هذا الأرض